هلأ رح تكون معانا معالي السيدة الفاضلة أسما خضر الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النسائي الأردني يسعد صباحك ستي هلو هلو صباح الخير أهلا وسهلا صباح الورد أهلا فيكم معانا عبر سكايب أيضا معاليكي منورة أهلا وسهلا الله يخليكي تسلمي أهلا وسهلا بكي معاليكي يعني بعد مرور خمسة أشهر على قرار إعادة فتح الحضانات ورياض الأطفال تعود الحكومة مرة أخرى لقرار الإغلاق بدنا نعرف تعليقك على هذا الموضوع يعني حول فعالية هكذا قرار في التصدي لانتشار فيروس كورونا يعني أولا دعيني ليس أقول أن الأطفال ليسوا الفئة الأكثر تعرضا والأكثر إسهاما في انتشار الوباء هناك فئات عديدة غير ملتزمة بقواعد السلامة والصحة وهناك مشكلات ستنشأ عن اتخاذ هذا القرار مشكلات ذات أثر كبير لا على النساء فقط ولكن على الأسر ولكن على الأطفال أنفسهم وكذلك على فرص العمل المتاحة للنساء بالإضافة لأنه نساء كثيرات سيطررن للانسحاب من سوق العمل صح هذه الخدمات رياض الأطفال والحضانات هي شرط أساسي لاستمرار النساء في الإنتاج واستمرار النساء في العمل وفي يعني الإسهام في الاقتصاد الوطني وهو أيضا يعاني من هذا الوباء وهناك فئات من النساء لا يمكن إطلاقا أن يقومن بالعمل من المنزل عملهن يستوجب الحضور إلى المراكز والمؤسسات مثل خاصة المراكز الصحية والطبية نعم القطاعات الحيوية وبالتالي والأمنية ربما وغيرها من القطاعات القرار غير مدروس بشكل كافي للمواءمة بين متطلبات الإجراءات الصحية اللازمة وبين إتاحة الفرص للمجتمع للاستمرار في تحريك عجلة الاقتصاد والتقدم والمجابهة الاقتصادية والمهنية والتشارك الضروري واللازم بين المرأة والرجل في تحريك سوق العمل والاقتصاد من هذا الباب نحن نعتقد بأن هناك حلول يجب الاهتمام بها وتوفيرها وأن هناك إمكانيات لضبط الإصابات في دور الحضانة ورياض الأطفال بالطرق العلمية وأيضا إحاطتها بكل متطلبات الرعاية الصحية والعناية اللازمة وإتاحة الفرصة للنساء للالتحاق بسوق العمل خاصة الملتزمات بهذا العمل وأيضا في الوقت نفسه إيجاد حلول عائلية قد تكون مفيدة أي صندوق الأمومة بإمكانها أن يدفع للجدات مثلا لكي يقوم برعاية أطفال العائلة وأن يتم اجتراح حلول لها علاقة بسعة دور الحضانة بحيث لا يكون هناك اقتضاد وأن يكون هناك التزام بكل القواعد الصحية وربط إتاحة دور الحضانة ورياض الأطفال مع أوضاع النساء المتزوجات العاملات وإيجاد حلول عادلة ومنصفة ولا تعطل عجلة الاقتصاد ولا تعطل مشاركة المرأة في العمل وهو أمر يحتاج المجتمع وتحتاج الأسرة كان معنا معالي أسمى خضر معالي أيمن المفلح قبل قليل ولما وصلنا له رسائل الأمهات العاملات سواء في القطاع الخاص والقطاع العام تحدث معالي بأن هذا القرار مرن قد يتم تغييره مش بالضرورة أنهم يستمروا بهذا القرار لغاية نهاية العام بعد طبعا دراسة بعض الحلول من وجهة نظرك هل بتعتقدي بأنه كان فيه جندرية لأنه في بعض النساء شوفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني اعتقدوا بأنه هذا القرار هو ضد مشاركة المرأة اقتصاديا في المجتمع الأردني كيف بتردي عليهم؟ يعني أقول أولا أنه إذا لم يكن بقصود هذا الأمر عند اتخاذ القرار فنتائجه بالفعل هي طاردة للمرأة ومعادية لدخول المرأة سوق العمل واستمرارها في العمل وبالتالي أنا أتمنى أن يكون توجه الحكومة وهو ما طلبت به تضامن في بيانها الذي أصدرته بهذه المناسبة أن يعاد النظر بالقرار وأن يعني يطبق بطريقة مرنة وأن لا يكون له هذه الأثار الكارثية على دور رياض الأطفال والحضانات الموجودة ومالكيها والعملين فيها وأيضا على العائلات التي تحتاج إلى هذه الخدمة والأمهات اللواتي لا يملكنا أي فرص أو بدائل للاستمرار بالعمل بدون توفر هذه نعم هو يعني للأسف أكيد الاستراتيجية الوطنية وتوجه الدولة الأردنية في دعم ورفع مساهمة المرأة اقتصاديا لم يتغير ولكن هذه الظروف الاستثنائية أدت إلى تصميم قرارات خاصة تخص هذه الظروف لأنه كما ذكرنا بأن الصحة هي إحدى الأولويات الرئيسية على القائمة بدنا نشكرك معالي أسما خضر نعم ولكن التوازن مطلوب التوازن مطلوب التوازن مطلوب يعني بين البصالح المختلفة يعني هذا التحدي الوجودي يعني ببساطة حوادث السير تحصد أكثر بكثير مما حصد كورونا ولكن لم نمنع السير بسببها أو استخدام السيارات نعم نعم يعني نتخذ الإجراءات الوقائية وخالف المخالفين نقوم بكل ما يجب ولكن لا نشل الحركة طبعاً وأنا أؤيدك أن هناك خطر صحي داهم وعلينا جميعاً أن نسهم في تصدي إله ولكن لا يجب أن يدفع البعض أثمان أكبر بكثير مما يعني يتوجب أن يدفعهم يعني معاليكي نحن نأكد أيضاً بأن المشهد ما زال ضبابياً وهذا التحدي الوجودي يمكن أن يأثر علينا من جميع النواحي فما أكدوا معالي أيمن المفلح بأنه مرونة القرارات يعني هي الأساس وهي يجب أن تكون عنوان هذا المشهد لا يمكن اتخاذ قرارات صائبة مئة بالمئة يعني نظراً للتعقيدات والتحديات اللي عم نواجهها مش بس محلياً وإنما عالمياً شكراً لكي ويعني إحنا معجبين فيكي كامرأة دائماً هيكي بتوصلي صوتنا كنساء شكراً معالي أسمى حضر شكراً لإلك طبعاً معاليها كانت معنا في بث مباشر من جمعية معهد تضامن النساء الأردني كانت الصورة واضحة والصوت واضح فشكراً لحضورك معنا شكراً للمشاهدة